أشدت صحيفة Financial Times البريطانية بالجهود الحثيثة التي تبدلها القيادة المصرية لحل الأزمة في قطاع غزة المنكوب من جراء العضوان الإسرائيلي المتواصل ونزع فتيل الأعمال العدائية الإقليمية هذا وتواصل مصر وقطر والولايات المتحدة بهود الوساطة الدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد أحداث السابع من أكتوبر لم تتوقف إسرائيل يوما عن إضاءة الفرص لإيجاد حل سياسي يضمن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة وإطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين إسرائيل استخفت بشكل غير مسبوق بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وذلك على الرغم من كل الجهود التي يبذلها الوسطاء الدوليون لحل حالة الأزمة لكن إسرائيل بقيت على موقفها في إظهار أكثر من وجه في سبيل الادعاء بالرغبة في التوصل إلى حل سياسي جولة تلو الأخرى يقترب فيها الوسطاء الدوليون من التوصل إلى اتفاق نهائي بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لكن إسرائيل وفي كل مرة تويق كل تلك الجهود بطرح شروط غير قابلة للتطبيق بما يعطي انطباعا برغبة عارمة في إطالة أمد الحرب ومعها أيضا إطالة عمر حكومة أقصر يمين بقيادة بن يمين نتنياهو الشروط الجديدة أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية أشرت إلى رغبة تل أبيب في استمرار السيطرة على محور في لادلفيا ومنع حماس من السيطرة على معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني ونقل أعداد من الأسرى الفلسطينيين إلى الخارج مع الإفراج عن أكبر عدد ممكن من محتجزيها في المرحلة الأولى من الصفقة استغلال إسرائيل للجانب السياسي لا ينفي استخدامها آلتها العسكرية لتقويض جهود التفاوض من خلال تعمد إسقاط أعداد هائلة من المدنيين العزل مما يؤكد بالدليل القاطع غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء الحرب على الرغم من كل المناشدات والجهود الدولية ترجمة نانسي قنقر